كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدماتها التنظيمية بشكل يومي لتسهيل حركة المصلين وضيوف الرحمن عند زيارتهم للمسجد النبوي خصوصاً في التفويج للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة وفي بيان الوكالة أوضحت أنها جهزت جميع مرافق المسجد النبوي من خلال تشغيل الخدمات فيها بدءاً بفتح الأبواب البالغ عددها مئة باب وستة وثلاثون سلماً كهربائياً وعادياً وكذلك الإشراف عليها كما تقوم إدارة تنظيم الزيارة والتفويج بتجهيز المسارات المؤدية إلى الروضة الشريفة بهدف تنظيم دخول الزوار بسلاسة لأداء الزيارة